اهلا بكم في فيديو جديد النهاردة. عندنا فيديو مهم جدا عن او تحديث هيحل مشاكل كتير قوي. لها علاقة بان هي بتفصل ولاها علاقة بان البطارية بتخلص بسرعة. ولاها علاقة بحاجات كتير بمشاكل قبل نزلت التحديث دوت. هنعرف ازاي نعمله وزي نعرف ان هو نزل وكسة كده كبيرة. بس ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسابسكرايب للشنال وهتلاقي كمان في الانستجرام لو عندك اي اسئلة. وتكتب لي في الكومنتات اي نوع الاربودز بتاعتك. اول حاجة الفيرموير دوت اسمه عشان دلوقتي هنتأكد ازا كان موجود ولا لا. وفي حالة ان هو مش موجود وما لقتوش نازل للأسف الموضوع مش سالس في ان انت تعمل الابديت مش زي الايفون تدوس جينرال واباوت وسوفتوير ابديت بتلاقي ان الابديت نزل على جهازك على على الاربودز بتاعتك. الموضوع معقد شوية. خلينا اقول لك الاول انه مش نازل لكل الاربودز. هو نازل العاديين خالص. ونازل كمان للبرو بس مش الجديدة. مش اخر واحدة. البرو وان اللي هي الاوريجنال. ونازل كمان الاربودز ماكس. عارفنا اللي هي كان طالع عليها كلام كتير من اول ما نزلت ومشاكل في التصميم وكده. ازاي بقى منعمل الابديت وضيت الحاجة الغريبة عند قبل بصراحة. ملهاش اي تفسير منطقي. بنوصل بتاعتنا بالشاحن. وبنسيبها مفتوحة ومتصلة او بالايفون. وبنسيبهم مع بعض لغاية لما ينزل. هتقول لي طبعا انا اعرف منين ان هو نزل. لما بتكون بالموبايل. وتفتح بتاعها لانه مش هيتفتح غير لما بكون متصلة بالايفون. بالخطوات اللي قدامك ديت. تشوف ازا كان هو لو اي حاجة تانية فانت كده ماشي على اخر افديت. وانا تكون الفيديو مفيد وهساعدكم. متناش تعمل لايك وتكتب لي نوع بتاعتك في الكومنتات. واشوفكم في فيديو جديد.